أستاذ سعاد تتفضل حاجة سعاد سلام عليكم الله يبارك في حضرتك وانت بقى في الصحة والسلام ممكن بس النواة التلفزيون تسمعيني من التلفون يا حاجة سعاد بقول لحضرتك كان دلوقتي صابت التروح كام رقعة معلش طيب احنا اقول لحضرتك حاجة سيدنا عمر لما باتدى صلاة التروح ابتدى وجمع الصحابة لان احنا لازم نقول بس سنة عن تاريخ كده صلاة التروح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وكان يصلي قيام الليل فصلى قيام الليل ما كانش يوم رتب مع الصحابة فالصحابة لو بيصلي فرحوا مصليين بصلاته جي تاني يوم حضرت النبي الصحابة انتظروا فصلى برضو قيام الليل فالصحابة صلوا بصلاته وكان يصلي زي ما كان بتقول السيدة عائشة ما كانش بيزيد عند احد عاشر ركعة فجد يوم التالت ما خرجش حضرت النبي فلما سألوا انت ما خرجتش لي يا رسول الله قال خشيته ان تفرض عليكم يبقى احنا ما صنناش الترويح مع حضرت النبي جي سيدنا عمر جمع الصحابة وجمع الناس وخلاهم صلوا عشرين ركعة وصلى بيهم سيدنا قبيل ده غير غير الوتر يبقى عشرين ركعة غير الوتر يبقى بالاساس والمساجد القديمة في مصر وفي كتير من العواصم العالم كلها وكمان في الحرم بيصالوا عشرين ركعة بيصالوا كام عشرين ركعة فصلاة الترويح عشرين ركعة حد صلاها حداشر ركعة ما فيش اشكال لكن اللي عليه السنة اللي سنناها سيدنا عمر واللي صارت عليها الناس هي عشرين ركعة وكمان معها الوتر طب لو صلنا حداشر ركعة جائز وصلاتنا كاملة ان شاء الله ودي صلاة ترويح صحيح اشتركوا في القناة